هذا الصوت ينظر ببدء العمل هنا فبالمنشار ومجهوده الشخصي مع عماله يحاول الحطاب رائد أن يحافظ على مهنته التي ورثها عن والده وأعمامه منذ ثلاثين عام هذه مهنة الحطاب إحنا أبونا وأمامنا ببن سنة السبعين واشتغلت معهم أنا وظلت أنا متحافظ عليها وممسك فيها مهنتنا بنقدرش نبعد عنها ومتحافظين عليها لليوم مهنة التحطيب هذه عاشت عصرا سابقا كان الأجمل في تاريخها لكن الواقع الصعب في غزة أثر على كل من يعمل بها بقى أول السواك السواك بقى كويسة بس من أربع سنين خمس سنين السواك تعبت السنتين هدول تعبوا بالمرة الوضع كعيب ومش بزيادة بالمرة والناس وضعها تعبان على الآخر من سنتين وجاي اللي بدوش تميت كيلو بس صارش تعشرة كيلو وعشرين كيلو بقولك أنا بجيب طبخة للدار بعمل لي أي أشي ما بقدرش أجي أشتب قيت بحطة بميت شيكل أو متين شيكل الحطة بأسعاره نزلت أكثر من مص وسواك نايمة بالمرأة لها يعني ووضع تعبان على الآخر الواقع الاقتصادي الصعب لم يكن المؤثر الوحيد على المهنة بل التوسع العمراني كان له دورا كبيرا في ذلك مهنة على مشقتها إلا أنها تشكل العاملين فيها جسرا لهم للهروب من شبح البطالة وهي ذاتها التي يحافظون عليها من الاندثار محمد ابو ناموس الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر